أمطري حبا وطهرا يا سماء واملأي الأرجاء سحرا ونقا ها هي الأرواح مذأن بللات أرضنا بالغيف عادت للصفا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسوتنا وكذوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشرة لكل محجبة في هذا الحر الشديد نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد النهاردة كده فكنت بفكر بقول سبحان الله الواحد قاعد في بيته في عز المكيف والجو الجميل ده والدنيا بره حر موت وسبحان الله وتجد أخت فاضلة مشى في الشارع بحجبها كاملا في عز الحر والشمس الشديدة اللي الناس كلها بتعاني منها في هذا الوقت ولا حول ولا قوة إلا بالله وكلنا نعلم إن الحر الشديد اللي بتعاني منه الكرة الأرضية الآن إنما هو نفس من أنفاس جهنم ربنا يعافينا وعافيكم من النار ويجعلن وإياكم من أهل الجنة اللهم آمين قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري ومسلم قال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا من شدة الحر والغليان أكل بعضي بعضا فأذن الله لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر فهو نفسها في الصيف وأشد ما تجدون من الزمهرير اللي هو البرد فهو نفسها في الشتاء يعني ولذلك من المعلوم إن الأجر والثواب على قدر التعب والنصب واحدة مشى في الشارع محجبة فبالتالي حسب حر شديد جدا على قد الحر وعلى قد التعب والنصب والمشقة يكونوا زيادة في الأجر وحسنات في الدنيا ورفع الدرجات في الجنة يوم القيامة بفضل الله أذكر إن في يوم الأيام فتاة متبرجة قبلت واحدة محجبة وإحنا طبعا لا ننظر لكل فتاة متبرجة نظرة انتقاص إن هي إنسان ما فياش خير حاشة لله ممكن تكون إنسانة متبرجة وفيها خير عظيم جدا بتصلي وبتتصدق وبتصوم وبتعمل خير كتير جدا لا ينقصها إلا الحجاب وكتير من البنات دولت لما كنت زمان بروح المساجد كتير من البنات دولت كانت تقول والله أنا ما كنت تعرف إن الحجاب فرد أنا نشأت في وسط أسرة إلى حد ما فكرها علماني فكانوا شايفين إن الحجاب تأخر فأنا طلعت نشأت لقيتهم بيقولوا كده لكن لما علمت إن هو فرد على كل فتاة لبست حجابي وجيت المسجد بفضل الله سبحانه وتعالى والبنت أحيانا تنشأ في بيئة راقية جدا من ناحية المادية فالطبقة دي في الغالب بينظروا إلى الحجاب نظرة يعني غير طيبة بالتالي البنت بتنشأ في وسط مجتمع كله كده لكنها لما بتعرف الحق وبتلتزم وتلبس حجابها والله العظيم بتكون صورة مشرفة للإسلام والمسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى المهم أرجع للحكاية بقى بنت متبرجة قبلت واحدة محجبة والتنين قبلوا بعض في الشارع فأز الحر الشديد فالمتبرجة بتقول للمحجبة هو حضرتك مش حسة بالحر اللي إحنا فيه قتلها طبعا حسة فأنت كمان مش حسة قتلها ده أنا هموت من الحر رغم أن أنا متبرجة ولبسة لبس بالمنظر أنت شايفها وهموت من الحر قتلها وأنا كمان هموت من الحر لكن أنت بتتحمل الحر ده كله علشان تعجب الناس ويشوفوك أن أنت جميلة وأنا متحملة الحر ده كله عشان ربنا يرضى عني فمش عايزة غير رضى ربنا سبحانه وتعالى البنت تأثرت بهذه الكلمة قتلها والله أول مرة أسمع الكلمة ديها يعني أنا متحملة الحر ده كله عشان يقولوا عني جميلة ودي حقيقة أنا فعلا نفس الناس كلها تشوفني جميلة وإنتي لابس الحجاب ومتحملة الحر ده كله فأز الشمس الشديدة دي علشان ربنا يرضى عنك طب وانت أحسن مني في إيه ما أنا كمان ألبس حجاب وربنا يرضى عني ويحبني أنا كمان قتلها أكيد إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين أكيد ربنا هيحبك بل يفرح بتبتك بفضل الله سبحانه وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده إذا تاب الله يفرح بتوبة العبد بفضل الله سبحانه وتعالى فقالت هذه الفتاة وعد أمام الله إن أنا أرجع بيتي وأشترح جاب إن شاء الله وتحجب من بكرة بفضل الله سبحانه وتعالى فشوفي أخت الفاضلة أنت لابس حجابك ومشى في الشارع أو رايحة مكان أو رايحة شغل أو رايحة دراستك بفضل الله سبحانه وتعالى وبتحجب فتنتك عن أي رجل عشان تكون يعونا له على طاعة الله دايما نستحضر نيتين إن أنا بلبس الحجاب طاعة لله سبحانه وتعالى واتباعا لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضهن وإن أنا أكون سبب لحجب فتنتي عن أي رجل عشان أكون عونا له على طاعة الله سبحانه وتعالى تؤجري على تلك النواية الثلاثة طاعة لله اتباع لأمهات المؤمنين حاجة تلت عشان أحجب فتنتي عن أي رجل فأكون عونا له على طاعة الله سبحانه وتعالى مع إن غيرك الآن في الوقت الحالي هتلاقيها على الشواطئ بالبكيني عيازا بالله اللي هو قطعتين وعيازا بالله معرض جسدها كله للرجال في الشواطئ كله ينظر إليها عيازا بالله لا شك إن هناك بون شاسع بين هذه وتلك ولكن إحنا ببني أس حد من رحمة ربنا ولا نقنط أحدا من رحمة الله بنقول يا رب هديهم جميعا يا رب العالمين وأختم بتلك القصة الجميلا أخت فاضلة يمكن حكيت القصة دي من عشرين سنة أخت فاضلة اسمها هدى فكانت ما شاء الله كل همها في الدنيا إن هي تدعو إلى الله وإن ربنا يجعلها سبب في فتح قلوب المؤمنات إلى طاعة الله وإلى لبس الحجاب بفضل الله سبحانه وتعالى في يوم الأيام كانت راحة تحضر درس لأحد المشايخ وكانت درس عن وصف الجنة والنار فهي راحة من بيتها راحة للمسجد فهي ماشية فلاقيت بنتي لبسة لبسة في منتهى التبرج يعني استريتش بقى وباضي وعملة شعرها في الخلات وحتى مكياش فول ميكوب ومزبطة نفسها يعني مش عارف أقول لكم إيه يعني عملة زي الممثلات بالزبط المهم فقبلتها فدخلت عليها بالبسمة الحانية والأسلوب الجميل قاتلها السلام عليك يا حبيبتي إزاي حضرتك أسلوب مهزب جميل مش أنت كذا ومتبرجة لا دخلت بأسلوب جميل سلام عليك يا حبيبتي إزاي حضرتك عاملة إيه قاتلها الحمد لله قاتلها أنا يعني بستأذر حضرتك في حاجة بسيطة جدا قاتلها تفضلي قاتلها فضية نروح الجنة لمدة ساعة قاتلها الجنة الجنة فين قاتلها بيت ربنا سبحانه وتعالى قاتلها بيت ربنا قاتلها طبعا إن شاء الله جنة الزكر وجنة طاعة ربنا وجنة أننا نسمع درسة عن وصف الجنة قاتلها طيب عموما أنا فضية فدخلت بيها على المسجد وربنا سبحانه وتعالى يعلم صدقة هذه الأخت اللي اسمها هدى فربنا سبحانه وتعالى فتح لها قلب هذه الفتاة كانت ممكن تقول لا أنا مش فضية أو ما بخشش الأماكن دي إنما دخلت معها فطبعا لما دخلت كل الأخوات بقى فيه في المسجد منطقبات ومختمرات فبدأوا يبصوا للبنت اللي لبسها لبس متبرج وسطهم فهدى كانت زكية فقالب بدل ما سيبهم يعودوا يبصلها وممكن البعض بينبصلها بصها كويسة والبعض بيبصلها بشمئزاز فبدل ما هي تتأذى أنزل أجيب لها حجاب من قدام المسجد تلبسه ولو حبيت تقلع بعد كده براحتها فنزلت اشترت لها حجاب كامل من أمام المسجد وطلعت قالت لا حبيبتي ممكن بس تخسلي بس يوشك كده وتتوضي وتلبس الحجاب ده مؤقتا حتى ما تسمع المحاضرة عشان ما حدش يشغلك ولا حد يقولك أنت نابسة ايه ولا حد يقولك كلمة وحشة أنا خايف عليك وبحبك البس الحجاب وانت خرجة لعيب راحتك قالت لا طيب فداخلت غسلت وشها وأزالت المساحيك وتوضت لأول مرة في حياتها حتى هيك توقف جمابة وللقت نتوضى بالطريقة الفلانية وبدأت تعليمها الوضوء يتوضت بعدما توضت لبسة حجاب يابتقول وشها نور لما لبسة حجاب وشها نور أحسن من المساحيك والمكياج المهم وقعدت سمعت الدرس عن وصف الجنة والنار صلت المغرب وحضرت الدرس وصلت العيشة وخلاص خرجين فرحت هدى قالت لها الآن يا حبيبتي والله العظيم أنا حبيت بس أن أنت تدوقي طعم وحلاوة الإيمان ومجالس الذكر وجنة الذكر بفضل الله سبحانه تعالى دي الوقت أنت برحتك أنا ما قدرش أقسم عليك في حاجة عايزة تقلعي الحجاب اقلعي عايزة ما تصليش برحتك بس أنا حبيت بس أقولك أنه والله العظيم لا نجاتة لنا إلا بطاعة الله سبحانه تعالى فقرت لها أنا مش هقولك غير ربنا يبارك فيك وجازيك كل خير ويقطر من أمثالك بأسلوبك الجميل لأن ممكن أنا كان وحدة تقابلني بأسلوب منفر تكرهني في المكان ده لكن سبحان الله بأسلوبك العزبي الجميل وزوءك وأخلائك ومعاملتك الطيبة حبيبتيني والله العظيم أن أنا أكون معاك في كل مكان والله ما هقل عن حجاب ولا هسيب الصلاة وهدع كل البنات اللي عرفهم بالطريقة الجميلة اللي انت دعتيني بيها إن شاء الله وهفضل لآخر لحظة في عمري أدعو إلى الله أدعو البنات للحجاب وللصلاة وللعبادة والكل خير بفضل الله سبحانه تعالى وخدتها بالحضن وبكت وهي خرجة من المسجد بتعد الطريق صدمتها سيارة فماتت ماتت على طاعة لله هدى أنقذتها من النار إلى الجنة في ساعة كان منك هي كده كده كانت هتموت بعد ساعة ربنا مقد الله لنا تموت لكن ربنا يقد الله أن أختنا هدى تقابلها في الطريق تقول لها الكلمتين بالأسطوب الجميل ده تخذها للمسجد فتصل وتسمع الدرس وتلبس حجاب وتخرج ونيتها هدعو كل البنات اللي عرفهم بالنية الجاملة دي قابلت المولى عز جل آخر حاجة عملتها صلاة مغرب حضور درس علم صلاة عشاء نية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولبس الحجاب ومن مات على شيء بعث عليه ماتت على طاعة وتبعث على طاعة فأبشري آياتها المحجبة وأرجو من الله عز جل أن يهدي كل فتاة إلى الحجاب لتكون يوم القيامة في صحبة أمهات المؤمنين في الفردوس الأعلى جمعان الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمطري حبا وطهرا يا سماء واملأ الأرجاء سحرا ونقا ها هي الأرواح مذأن بللات أرضنا بالغيف عادت للصفا